من أبرز وأهم الملفات المطروحة على مئدة الحوار الوطني على الإطلاق هو ملف الرعاية الصحية الملف ده يعني بيرتبط طبعا بكل أسرة تتمنى أنه يتحقق رعاية صحية مطلوبة لكل فرد من أفرادها الملف ده تنقش فيه عدد كبير من الملفات الفرعية زي منظومة التأمين الصحي الشامل اللي لسه ممتددش للقاهرة والعواصم الكبيرة نظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي وعدد كبير يتعلق بأجور الأطباء ورفع الكفاءة لعدد كبير من المستشفيات الحكومية خلان يتعرف على ما تم مناقشته فيه جلسات الحوار الوطني الخاصة بملف الصحة ما هي أهم المقترحات من الضيوف؟ ما هي أهم التوصيات اللي يتعرضت بخصوصه؟ رحبوا معنا بضيفنا النهاردة الدكتور أحمد سعيد فهيم عضوة انسقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا أحد الأطباء المشاركين في هذا الحوار أهلا بحالك دكتور أهلا وسهلا بحضراتكم وصباح الخير عليكم وصباح الخير على مصرنا الغالية كلها أهلا بحالك أهلا بحالك بالتأكيد الحوار الوطني بيضم أطياف مختلفة من الشعب المصري نسيج الشعب المصري بيظهر من خلاله من خلال تلوينه المختلفة في هذا الحوار وكان فيه عدد كبير من التحديات أو المقترحات إيه اللي تناقشت فيه أرويقة هذا الحوار؟ إيه اللي تناقش في ملف الصحة؟ ملف العاية الصحية؟ يعني أعتقد الدولة عاملة فيه إنجازات كبيرة ما هو كان الطموح من أجل ضبط المنظومة الصحية الحكومية المصرية بشكل أفضل؟ طيب خلينا نبدأ بالحوار الوطني وإن إحنا بنقدر جدا جدا دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني وإزاي دوة عمل خلق المساحات مشتركة على أرض الواقع كل ما نحضر الجلسات عارف بالضبط وشعر جدا جدا بالمساحات المشتركة اللي موجودة وبإزاي إن الدعوة ديتها تذكر في التاريخ لدعم كل الأطياف وكل الخبرات المختلفة في مكان واحد ده النقطة الأولانية وهل فعلا الحوار الوطني هو طريق ناحية الجمهورية الجديدة؟ دي كلمة حقيقية جدا جدا لأن الجمهورية الجديدة منذ إنشاء الدعوة للجمهورية الجديدة والمصطلح ده وتخرج علينا فهي معنية ببناء الإنسان وبالتالي الحوار الوطني اللي بيجمع الأطياف المختلفة اللي بتتحور مع بعضها في مساحات مشتركة هو أكبر نموذج على دعم الإنسان المصري والمواطن المصري نيجي بالنسبة للقطاع الصحي قطاع مهم جدا جدا الدولة المصرية بتمر بمرحلة جديدة في دعم النظام الصحي الموجود في مصر وبدعم القيادة السياسية وده تتطلبه التنمية المستدامة وتتطلبه رؤية مصر عشرين ثلاثين طيب إيه المشكلة الكبيرة في القطاع الصحي عندنا؟ إن إحنا عندنا فيه تعدد للأنظمة الصحية وتدخل الأنظمة الصحية في أوقات كتير بيعمل إعاقة للتقييم للنظام الصحي يعني إيه تعدد الأنظمة الصحية؟ يعني بمعنى إن إحنا عندنا مؤسسات مختلفة عندنا مؤسسات وزارة الصحة عندنا الهيئات المستشفات التعليمية مستشفات وزارة التعليم العالي جامعيات؟ الجامعيات المستشفات الخاصة القطاع الخاص طيب التعدد دوت هو إيجابي يعني إدارة جيدة هم مش كله تحت نفس المظلة؟ مش كله تحت نفس المظلة وبالتالي أكبر دعوة بنتكلم فيها واتكلمنا فيها في الحوار الوطني هو إزاي يكون فيه توحيد للمنظومة دي كلها تحت إدارة واحدة أو خلق مساحات مشتركة فعلا ما بين المنظومة ومؤسساتها كلها بحيث في الآخر يبقى الهدف واحد وبنسعى كلنا في نفس التحرك لي أظن ده كان من أهم المواضيع ومن أهم النقاط المشتركة اللي تكلمنا فيه طيب بالنسبة للتحديات المواضية في الصحة إزاي عفوا يعني حتى تدخل مع المستشفى الجامعي أو المستشفى القطاع الخاص وهي ما لهاش سلطة عليها ولا رأيك يعني أن يبقى فيه تداخل من حيث تقديم الخدمة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو التداخل والتعاون مش مرتبط بسلطة مين عن مين التداخل والتعاون مرتبط بتنصيق ما بين الجهات المختلفة مرتبط بتكامل ما بين الجهات المختلفة رؤية شاملة وده مش كلام إحنا بالفعل مشروع التأمين الصحي الشامل الرؤية والرسالة الأساسية بتاعته هو توحيد لإدارة النظام الصحي هو توحيد للخدمة الصحية وتقديم الخدمة الصحية فبالتالي هو مش مجرد كلام فهي حاجة إحنا بنتحرك فيها وبندعو لاستثمار فيها أكتر ودعمها أكتر علشان نوصل لتغطية صحية شاملة ومنظومة صحية موحدة لكل المواطنين المصريين طب هو بالفعل ده ابتدى يحصل في بعض المناطق وبتدت التجربة تبان بقى يعني احنا مش هنقول إن احنا عندنا نتائج يعني ولا عارفين إيه اللي بيحصل لكن احنا شايفين إن احنا فيه خطوات ابتدت تتاخد فنقدر نقيم التجربة في بدايتها وإن كانت وليدة وإن كانت لسه طبعا على سكيل صغير ولكن نقدر نبقى شايفين إيه اللي هيحصل قدر طبعا وعشان كده أنا هبدأ بكلمة التحديات إنها تحديات مش معنى كلمة تحديات ناسة الباية لا خالص أكبر تحدي إيجابي إحنا مرنا فيه وعمل نموذج ممتاز جدا هي المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسية قدمت نموذج موحد لإدارة نظام صحيح ربو عليك موحدة وكل دول فعلا مقدموا الخدمة عمل التوحيد للإستراتيجية للخطة والتنفيذ قدرنا نعمل توحيد للخطة والتنفيذ ونعمل استراتيجية موحدة طيب هل ده رأينا الشخصي اللي احنا بس بنتكلم بيه لا ده إشادة من المنظمات العالمية كلها منظمة الأمم المتحدة بعد مبادرة 100 مليون صحة أشادت في التقرير الطوعي بتاعها في 2018 بمصر وأشادت بالمبادرة الرئاسية وأشادت بإن إحنا قدرنا نحقق نسبة كبيرة من الهدف الثالث من التنمية المستدامة وهو الإصلاح الصحي القضاء على فيروس C والقضاء على فيروس C قعدة البيانات الخرفية اللي اتعاملت في 100 مليون صحة اللي لو حلمنا أن احنا نعملها بدون هذه المبادرة لم تكن تظهر للنور وخلينا نتكلم أن دايما قعدة البيانات والمعلومات هي الأساس لأي حاجة البيز اللي هنشترع علي تكامليا لو عندنا داتا عندنا معلومات نقدر نعمل أناليسز وتحليل كويس للداتا ديته المعلومات وبالتالي نقدر نحط إيدينا على المشكلات الموجودة وبالتالي نقدر نحط ألية تنفيذ سليمة وواقعية نقدر نتحرك فيه فأنا شايف المبادرة الرئاسية عملت نموذج يحتزى ومحتاجين أن احنا نطبقه في كل المنظومات التانية اللي بنشتغل خلينا برضو عشان نبقى إيه يعني مرس يعني محددين بشكل أكتر إحنا الحديث عن الإنجازات الطبية ربما فرشنا لي حلقات كاملة في صباحة المترجم لكن حديثنا النهارة عن جلسات الحوار الوطني المرتبطة بملف الصحة ما هي أبرز الاقترحات يعني سمعت أنه كان فيه كلام عن أجور الأطباق سمعت أنه كان فيه كلام عن زي ما حضرتك قلت تطوير أو لم المستشفيات كلها في تحت مظلة واحدة من أجل جمع هذه المبادرات حلمت أنه سمعت أنه كان فيه كلام عن قصة التأمين الصحي الشامل وسرعة امتداده للعاصمة وباقي المدن الكبرى كلمنا عن أهم هذه المقترحات نبدأ نقطة منها لأن كل نقطة منها أخدت مجال كبير جدا من الحوار ناخد نقطة لتأمين الصحي الشامل تأمين الصحي الشامل هو مستقبل الصحة في مصر كله مقتنع بدوت وكله أشاد بأن التأمين الصحي الشامل هو مشروع مستقبل مصر طبعا كان فيه ملاحظات على أنه بدأنا في بعض المحافظات اللي الكسافة السبكانية فيها ممكن تكون منخفضة فبالتالي التحدي الأكبر لما ننتقل للمحافظات اللي فيها كسافة سبكانية أعلى أول أكثر احتياجا ولكن كان الاتفاق على أن إحنا علشان نبدأ مشروع ضخم زي التأمين الصحي الشامل محتاجين أن إحنا نبدأ بمحافظات محدودة في عدد السبكان نقدر نعمل التطوير فيها لأن التطوير على أرض الواقع بيتطلب مننا خبرة عملية علشان نقدر نطلع بنقطة مميزات بعيوب بتحديات بإيه اللي نقدر نعدله في المحافظات الأكتر كلام ده ترح في الحوار الوطني وكان فيه اتفاق على ده طيب دعم أن إحنا نعمل إنجاز أكتر لتأمين الصحي الشامل ويشمل محافظات التانية هنرجع لنفس النقطة التي تكلمنا عليها وهي تكامل المؤسسات بمعنى أن إحنا محتاجين المحافظات الحالية الأكثر ازدحاما اللي لسه منتظر تطبيق المراحل المستقبلية من التأمين الصحي الشامل يكون فيه تكامل للمؤسسات ما بينه طيب عندنا القطاع الخاص داخل بالنسبة 30% بظهر عندنا مستشفيات جامعية ليها دور كبير جدا جدا في كل المحافظات عندنا مستشفيات تعليمية عندنا مستشفيات مركزية ومستشفيات الأمانة اللي تبع لوزارة الصحة كيانات كبيرة جدا جدا التكامل ما بينها وتطويرها من دلوقتي في كل المحافظات هيسمح أن التأمين الصحي الشامل لما يبدأ يتحرك بالمحافظة للتانية يلاقي أرض خصبة يقدر أنه يدخل عليها بدون استهلاك وقت وموارد يبقى نقدر أننا نتحرك ودي كانت توصية مهمة جدا أننا نتحرك بالتوازي تأمين الصحي الشامل بيعمل في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى تبدأ التحضير من دلوقتي تبدأ رؤية للبناء هيحصل إعادة توزيع لأساتذة مثلا الجامعيين في المستشفيات هيحصل إعادة توزيع لأطقم التمريد هيحصل إنشاء مدارس تمريد في أماكن معينة قد تكون في محافظات بعيدة فتقدر تخرج من ولدها فما يبقاش عندنا عجز أو ما يبقاش عندنا حرم من السفر لأماكن مختلفة كل دي نقطة مهمة وأهمها اللي احنا اتطرح من أكتر من حد في الجلسة الحوار الوطني هو تفعيل المجلس الإقليمي الصحي في كل محافظة بمعنى المجلس الإقليمي بيضم كل ممثلين للمؤسسات الصحية الموجودة في كل محافظة يقدر يكون فيه معلومات ورؤية للموارد المتاحئة داخل المحافظة سواء كانت تجهيزات أو مستشفات أو مباني أو سواء المورد البشري عشان نقدر نقول هل فيه تكدس في بعض الأماكن وفيه عجز في بعض الأماكن الأخرى فيكون فيه توزيع مركزي وإعادة توزيع للأطباء والتمريد والعملين في القطاع الصحي على المستشفات كان فيه اقتراح تاني أنه عندنا عدد من المستشفات المركزية والمستشفات وزارة الصحة الموجودة بكل محافظة بتساعد المستشفات الجماعية والتعلمية في أداء الخدمة الطبية ولكن هل نقدر أن كل مستشفى تقوم بكل الأدوار ممكن في الوقت الحالي ما عندناش كل الموارد اللي توفر ده نحن ما عندناش رفاهية أن نعترض على أنها تقوم بالأدوار ولكن نقدر نعيد التوزيع زي ما حرج ذكرت إزاي أن نحن ممكن نخصص بعض المستشفيات للطوارئ والحوادث ونعمل إعادة توزيع وتركيز للطوارئ والحوادث في عدد من المستشفيات الموجود ده اللي موجود في كل العالم ممكن نحسشفات العظام مستشفات المقاطعة يعني أنا مش بتكلم على إعادة التوزيع للأسادزة فقط أنا بتكلم على إعادة التوزيع للتخصصات ودعم التخصصات القليلة أو الندرة بالضبط علشان كده بنقول لو أنا عندي 20 مستشفى في المحافظة ممكن ما أقدرش في الوقت الحالي أن أنا أوفر فريق للطوارئ موجود في 20 محافظة في 20 مستشفى داخل المحافظة ولكن إذا اخترنا وعملنا نظرة شمولية لجوة المحافظة وبالتالي من محافظة للتانية على مستوى الجمهورية هنقدر نقول أنه محتاج أربع مستشفى الطوارئ تأدي الخدمة دي يبقى لو عملت توزيع للطوارئ في أربع مستشفى هقدر أأدي الخدمة المطلوبة في المكان دوت وحدد مستشفى تانية للجراحات مستشفى تانية للباطنة لغيره لغيره صح فإعادة التوزيع هيخلينا نقدر نحقق استخدام أمثل للوضع الحالي الموجود بحيث أن أول كمة كبدت ألف الحوار الواطن من عدد من الناس هو هننتظر خمس سنين سبع سنين ثمان سنين في بعض المحافظات لغاية ما ييجي التأمين الصحي الشامل ممكن بالضبط تمام الحقيقة نحن مش هننتظر طب اللي هنشتغل بي دلوقتي ده هيبقى في معزل عن التأمين الصحي الشامل ورؤية الدولة لا ده هيبقى جزء من رؤية الدولة كتحضير بالتوازي علشان لما التأمين الصحي الشامل يخش في محافظات أكثر ازدحاما هو في أماث الحاجة لتكامل ما بين المؤسسات والموارد القائلة لا وبعدين فكرة أنك تبقى عامل كل حاجة في حتة واحدة غير لما تبقى متخصص يعني أنت عندك بنك دم عندك مش عارف لما تبقى مستشفى خاصة بالجراحة مستشفى خاصة بالعظام مستشفى خاصة بأمراض الصدر زي ما بنشوف يعني يبقى أفضل وخصوصا أن إحنا حنبقى تحت مظلة واحدة بالقطاع الخاص هنا دوره إيه يعني معلش ربما يتبادر سؤال المواطن ده راجل كان بيكسب بشكل سسماري إيه اللي يدخنه في حاجة زي كده هو دخل برغبته وبالعكس القطاع الخاص هو بيتمنى الدخول في كل المنظومات الصحية الحالية وده في الأمر متعلق بالمستشفى الجامعي مضبوط المستشفى الجامعي هي يعني جزء أساسي المستشفى الجامعية على مستشفى الجامعية جزء أساسي في كل محافظة في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة والخدمات المتخصصة طيب القطاع الخاص له دور في الموضوع ده مهم جدا جدا وعلى مستشفى العالم وفي كل الأماكن الموجودة القطاع الخاص له دور مهم جدا في الوقت الحالي مع التطوير اللي بيحصل والثورة الصحية اللي بتحصل في مصر القطاع الخاص لا هو داخل بقوة جدا ومتواجد ومش متواجد رغما عنه لا متواجد برغبته وبإرادته إن هو يدخل في هذه المنظومة ناخد مثال مبادرة القضاء على قوام الانتظار حققت عدد كبير جدا من الحالات العمليات والإجراءات التداخلية اللي تمت عملت إنجاز كبير جدا للمواطن المصري إن نقدر نقول إن مصر حاليا قوام الانتظار فيها ما فيش حالات كتيرة منتظرة عمليات وإن ده بيتم بسرعة كبيرة جدا وده ما حصلش على مدار التاريخ قبل كده طيب هل القطاع الخاص كان له دور؟ آه كان له دور في مثلا عندنا اكتمال في العدد في المستشفى الجامعي واكتمال بالعدد في المستشفى الحكومي أو التعليمي القطاع الخاص دخل وتم به وعدد كبير جدا من مستشفى الخاصة تم بها حالات قوام الانتظار مجانا تماما على قوام الانتظار يبقى القطاع الخاص شارك ده برضو مش كلام نظري لا في إطار خدمة المجتمع في إطار الدور المجتمعي يعني أحنا منتكلم في أي إطار والقطاع الخاص احنا متوقعين منه يستثمر في المجال الصحي ولا في الحاجات اللي بتخدم المجال الصحي يعني مثلا احنا عندنا في بنية تحتية وحاركوا لسا نتكلم عن قاعدة البيانات الاستثمار في تكنولوجيا اللي بتدعم المجال الصحي ده قد يكون جانب يقدر القطاع الخاص يقدر يدخل فيه ويساهم القطاع الخاص هو يقدر يشارك في كل الأجزاء يقدر يشارك في البنية التحتية يقدر يشارك في تقديم الخدمة الطبية نفسها خلينا نتفق أن من ضمن الحاجات اللي تمت في الحوار الوطني كان مقترح أيضا بأن احنا عارفين أن طب الأسرة وحدات الرعاية الصحية الأولية من أهم الأجزاء في تقديم الخدمة الصحية طيب هل القطاع الخاص يقدر يشارك؟ يقدر يشارك احنا وصلنا في الحوار الوطني لأن تم دراسة بعض التجارب الموجودة في بلاد أخرى أن ممكن طب الأسرة يتم تقديمه حتى في العادات الخاصة إيه المانع أن يتم تقديم بعض الرعايات وبعض العمل الخاص بطبيب الأسرة حفي العادات الخاصة بتعقدات مع النظام الصحي الحكومي وده موجود في بلاد كتيرة ويقدر نقدر أن احنا نطبقه وبالتالي القطاع الخاص يقدر يشارك في التجهيز يقدر يشارك في دعم الموارد يقدر يشارك في التقديم الفعلي للخدمة الصحية طيب منظومة التحول الرقمي حرج ذكرتي الجزء للتحول الرقمي مهم جدا جدا زي ما اتكلمنا على الحاجة للإحصاءات والبيانات والمعلومات احنا كمان عندنا دلوقتي حصل طفرة كويسة جدا جدا في منظومة الرعاية عندنا في منظومة رعاية مصر مبادرة رعاية مصر وأنا أشرف أن أنا موجود منصق لرعاية مصر عن مستشفات جامعة المنوفي لا احنا عندنا كل حالة بتخش في التوارئ محتاجة رعاية مركزة نقدر نتواصل ويقدر يكون في رؤية لكل مريض بفحوصاته ببياناته على مستوى الجمهورية والتنصيق الشامل لتوفير مكان ده أمر حقيقي كان بيحصل بشكل شخصي كان بيحصل بالود كده حضرتك تعرف حد في المستشفى التانية فتودي علشان الناس عايزة تتضفر لانقاذ الحياة لكن دلوقتي حيحصل بشكل حيحصل بشكل شامل لناس كلها عندنا منظومة الرعاية الحرجة منظومة الرعاية المتوسطة طبعا النظام ده مهم جدا ونيجي نخش أن احنا محتاجين فيه مزيد من الحوكمة علشان النقطة الحالك قلتيها عاوزين حوكمة يعني مراقبة شديدة جدا لعدة أسرة الرعاية المركزة علشان يكون المعلومات معلومات فيها شفافية وفيها وضوح ونقدر أن احنا نستفيد بكل مكان موجود الموضوع الرعاية المركزة تم الحديث عنه في الحوار الوطني كذلك موضوع الحضانات وكان التواصل حتى مع بعض ممثلين من الحكومة من القطاع الرعاية الصحية الموجود بمصر على إزاي المنظومة دي تكون متكاملة لتوفير الحضانات توفير أسرة الرعاية الواقع بيقول أن احنا تقدمنا كتير في الوقت ده وبنجري فيه بسرعة كبيرة جدا جدا أكيد محتاجين أكتر أكيد محتاجين مزيد من الحوكمة مزيد من التطوير والشمولية للتحول للرقمي في أماكن موجود فيها وفي أماكن لسه مش موجود فيها خليني أذكر حاجة مهمة جدا برضو بالنسبة للتحول الرقمي وهو التليميدسين أو التطبيب عن بعد هل ده برضو كلام لا دي مبادرة رئاسية موجود في كل المستشفيات الجماعية وعدد كبير من المستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات أخرى طور كامل موجود فيه التليميدسين تواصل بالصوت والصورة وإرسال الفحوصات وفيه جدول تشغيل يومي فعلي بقاله أكتر من سنة شغال ده فيه؟ موجود موجود يعني مستشفى جامعة المنوفية على سبيل المثال عندنا فيه التليميدسين موجود وبيتم فيه جدول تشغيل يومي طبيب مختص حسب الجدول بيتواصل معه مش كل حاجة تروح لها الدكتور لكن لو عندك حاجة أمراض جلدي معين حاجة وسيطة ولو حتى المناقشات الطبية في بعض المحافظات الحدودية في بعض المستشفيات اللي ما يكونش فيها استشارين كبار أو تخصص كبار بيتم عمل التنسيق والتكامل مش كل حاجة لازم تروح للدكتور لازم تروح له ولو حاجة بقى مستعصية فبتالي إحنا عندنا تكامل بيتم على المستوى أرض الواقع وعلى مستوى الإلكتروني بالتحول الرقمي طبعا اللي بنقوله هو ما اكتملش بنسبة 100% ولكن هو لسه مش أحلام على الورق بنتكلم فيه لا حاجات واقعية موجودة بقالها فترة تقارب العام وبتشتغل وبتعمل تأثير كويس جدا جدا فبالتالي إحنا عندنا قدرة إن إحنا نطور أكتر وأكتر وخلينا نقول إن إحنا مرينا بأزمات أثبتت إن إحنا كدولة مصرية تقدر إنها تتحدى مشاكل وعقابات كتير صحيح زي ما اتكلمنا عن فترة الكوفيد وما تم فيها في مصر وحصل فعلا أنت حركها تعرف تعمل منظومة التأمين الصحي الشامل وعندك هجرة للأطباء علشان الأجور بتاعتهم مش على مستوى ما سيتقدونه في الخارج من أهم الأشياء اللي تكلمت عنها قوة كثيرة سواء قوة معارضة أو خبراء أو شخصيات عامة إن أجور الأطباء في المستشفات الحكومية أجور لا تليق بمستوى الطبيب الموجود هل سيتم وضع هذا في الاعتبار مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودخولها إلى كامل محافظات الأراضي المصرية؟ مضبوط، ده تم بالفعل الحديث عنه وتم الحوار على إن في الدخل الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل تميز بأنه واقعي وإنه ارتفع نسبياً عن الدخل الأطباء فيه إلى ماكن الأخرى ولكن هل ده ينفع أن نطبقه فجأة على كل مستوى الجمهورية؟ ده طبعاً أمر غير واقعي لأنه محتاجين وقت ومحتاجين صياغة التكاليف من الموارد التي تتبتم من المستشفيات ومن الإعلام ومن غيره ومن غيره ولكن هل ده الرؤية الوحيدة للأطباء هي الأجر؟ الأجر مهم جداً وده مطلب أساسي وبإذن الله يكون فيه تحركات كتير الفترة اللي جاية ولكن الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه هو الثقة المؤسسية يعني هل القصة هي أجر فقط؟ لا بنتكلم عن القانون مسئولية طبية وعلى حماية الأطباء وده أمر تم ذكره في الحوار الوطني بنتكلم على الكادر الطبي زي ما كلمنا فيه والأجور التدريب يا دكتور بالنقطة الثقة المؤسسية بتيجي معها برضو التدريب والتعليم المستمر استثمر في الطبيب علشان يقدر الطبيب يديني الخدمة الطبيب لو ضمن مكانه الموجود بيشتغل فيه بيئة عمل صحية ومناسبة جاذبة وليست طاردة للعملين حتى لو أكتر بره بس أنا أعد وسط أهلي عشان كده الحساب هو مش بس بالفلوس الحساب بمعايير كتيرة زي ما قلنا الثقة المؤسسية تحسين بيئة العمل هتبقى بيئة جاذبة مش طاردة للعملين في القطاع الصحي لو لقى تدريب كويس لو لقى تعليم طبي كويس وده موجود عندنا وأسهل كتير من بلاد كتيرة على المستوى الشخصي أنا سفرت أنا معايا دكتوراه في جراحة المخوة العصاب من اليابان وقعدت في اليابان أربع سنوات فأنا مرت بتجربة العمل والدراسة زي ما في مصر مرت بيها مرة مصر ولازم نشيد بأن التعليم في مصر لا تعليم متميز الخبرات الطبية اللي بتتاخد في مصر لا خبرات متميزة جدا جدا فبالتالي لازم نبقى نشعر بقيمة الموجودة عندنا ولازم برضو نحط إيدنا على المشكلات ولازم نحط آليات تنفيذ واقعية ده هيجي بدراسة التجارب الخارجية ودراسة التجارب السابقة ما ينفعش أن احنا نبقى معزن لا احنا لازم يكون فيه دراسات للتجارب الدولية والتجارب المحلية السابقة علشان نقدر نوصل لأفضل ما يكون وبالتالي المورد البشري الطبيب التمريد كل العمليين في القطاع الصحي كان ليهم جزء كبير جدا من الاهتمام في الحوار الوطني وكان فيه وعود بتسريع قانون المسئولية الطبية إن احنا نبدأ نعرض الموضوع دوت وعلى الكادر الطبي والطباء دي كلها مواضيع اشترك فيها عدد كبير من الخبرات والأطياف المختلفة اللي اتفقت عليها مش بس المعارضة أو غيره لا كل الأطياف اتفقت على إن دي مطلب جماعي موجود وأظن كان فيه استجابة كويسة جدا وتوافق جيد جدا جدا ما بين الأطراف كلها يمكن كان فيه نوع من أنواع التطفير في جلسات الحوار الوطني وبين الشباب وبين ملف الصحة اللي اتنين اشتغلوا مع بعض بالأفكار الخارج الصندوق يعني أفكار تم طرحها من قبل الخبراء اللي زي ما بنقول عليهم كده باللغة درجة إدهم في الموضوع وشايفين إيه اللي بيحصل وأفكار الشباب اللي بيحاولوا يخرجوا بتوصيات مختلفة أو بأفكار مختلفة أو هم متخيلين إن ذا قد يكون هو الأفضل الأراء الأقدم مع الأراء شديدة الحداثة إزاي وصلتم لحاجة في النص ما بينهم توصل لمصلحة الناس في الآخر ده كان الجميل جدا في الحوار الوطني ودي كانت المساحة المشتركة اللي هي مش بس لفظة أو كلام لا ده واقع إحنا عاشناها في جلسات الحوار الوطني في شباب في أفراد من الجهاز التنفيذي في أفراد من الجهاز الرقابي في أفراد من المتابعة كل النمازج والأطياف تعاونت مع بعضها علشان تقدر إنها تكلم كل الأطياف قابلت الحوار كل الأطياف توفقت مع بعضها على المقترحات كان فيه اختلافات في الرأي موجودة ولكن لم يحصل أبدا إن يكون فيه خلاف أو يوصل لخلاف لا كان فيه تقبل علشان كده أنا شايف إن نموذج الحوار الوطني نموذج متميز جدا وأكبر دعوة أحب إن أنا أوجهها إن إحنا عاوزين الحوار الوطني يكون حوار شامل ومستمر الحوار الوطني بدايته كانت صعبة بدايته كانت محتاجة تجهزات ولكن العجلة بتاعة الحوار الوطني مشيت بالضبط شفنا توجيه فخامة الرئيس بالاستجابة لقرارات وتوصيات الحوار الوطني في المؤتمر وطني الشباب في برج العرب من عدة أيام ففيه اهتمام وفيه توجه لقيمة وأهمية الحوار الوطني إحنا عاوزين الحوار الوطني يفضل شامل يفضل مستمر لأن فيه مستجدات كتير بتحصل مع الوطن صحيح فكل ما يكون فيه مستجدات لا عاوزين يكون فيه حوار وطني مستمر علشان زي ما حربي بتقولي إن يكون فيه مستجدات بتحصل فيه أراء مختلفة فيه توصيات فيه توصيات من اللي خرجت ممكن ندرس آلية تنفيذها فيه منها ما يسمح بتنفيذه ومما لا يسمح فمحتاجين نكمل الحوار الوطني على طول صحيح طب إحنا زي ما بنشوف يعني جمعة خاصة أو معهد خاصة بيسعى للاعتماد بنشوف أيضا منشآت صحية بتأسعى الاعتماد أنا عفل عندوك حاجة اسمها هيئة الاعتماد والرقبة والجودة صحيح كده صحح هل هذه الهيئة ستعتمد كل المستشفيات الخاصة ولا ليها برضو علاقة بمستشفات حكومية أو جامعية يعني ومعايير اعتمادها إيه وحتكون بتتكلم أو يعني بتضع العلامات الاعتماد إزاي وزاي حيتم تفعيلها كجهة رقبية يعني إحنا في وقت من الوقت ما كانش عندنا مثلا جهة رقبية للإدارة بلعندنا الرقبة الإدارية وكل يوم بتاخد صلاحيات أكبر ففي نفس الوقت بتضبط الأداء الحكومي بشكل أكبر هل ستكون هذه الجهة الرقبية بمثابة هذا الأمر أظن الدوات هيبقى موجود عندنا هيئة الاعتماد والرقبة كل المستشفيات اللي بتدخل في التأمين الصحي الشامل أو بتدخل الخدمة دلوقتي وتجديد التعاقد معها في كل المستشفيات بتسعى للاعتماد حتى ما خارج التأمين الصحي الشامل لسه مستشفيات الجامعية والحكومية بتسعى أيضا للأعتماد بقى عندنا فيه معايير موجودة بقى فيه كتاب موجود للمعايير الموجودة للاعتماد طيب ناخد مثال أي حد بيعمل أي جزء في مستشفى دلوقتي وملهاش علاقة بأي المستشفى ديت مستشفى جامعي خاص تعليمي حكومي بيرجع للكتاب الخاص بمعايير الاعتماد وبيشتغل عليه على المستوى الشخصي في المستشفى جامعة الموجودة في بعض الانشاءات الجديدة أول ملف كنا بنبحثه هو إيه المعايير الجودة ماينفعش أشتغل دلوقتي بدماغ زمان طيب ماينفعش أشتغل دلوقتي وأعمل مكان وأعمل مؤسسة واجي بعد شوية أجي أقدم على الاعتماد قال إيه هلا تصلح ده هيندرك تحت بند إهدار للمال اللي احنا عملناه حي وللموارد الموجودة فبالتالي أصبح مفيش خيار بعيد عن الاعتماد على معايير الجودة والرقابة في العمل وفي المؤسسات الصحية موجود في القطاع الخاص موجود في القطاع الخاص في تنافس دلوقتي على إن كل المستشفيات تاخد الاعتماد حتى المستشفيات الجامعية الحكومية الخاصة بتتنافس على هذا حتى من بند نتفق على التصويق تسويقيا المستشفى المعتمدة لها وضع مختلف عن الباقي الملف كبير ولسه الكلام فيه كتير دكتور حركنا وقتنا وشرفتنا ربنا يوفقكم فيه النقاش وإحنا موجودين ومتابعينه وأعتقد إن شاء الله حنوصل لنتيجة قريبة تكون سريعة جدا في التنفيذ إن شاء الله مع أحوار وطني شامل ومستمر ومع الاهتمام الحالي بالقضية الصحية في مصر إحنا فعلا ماشينا على خطة تنمية المستدامة على رؤية مصر 2030 إن شاء الله كل شكرا لك الدكتور أحمد سعيد فهيم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نورتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا